هناك شخص في البيت الأبيض أو كان يوماً ما في البيت الأبيض وقد يعود وهو ترامب تحدث قبل حوالي شهر عندما استلم مئة مليون دولار من صهيونية متطرفة جداً متنطعة جداً ولكنها ثرية جداً خاصة بعد أن توفى زوجها سمى مريام قدمت له مئة مليون دولار لمساعدته بالمال وقالت أن لديها شروط وخرج ترامب يتحدث على أن إسرائيل صغيرة ويجب أن تتوسع صارح العبارة هذا ترامب المناسبة راه على أبواب أن يفوز راه المعركة مشتدة إلى درجة قبل قليل كنت نتابع في آخر قبل ما ندخل هنا بعشر دقائق كنت نتابع في آخر ما وصلت له الأوضاع في المنتخابات الأمريكية ولماذا أذكرها؟ لأنه عنده علاقة أيضاً بغزة وبما يجري لكن هل لنعطيكم ملخص سريع ملخص يقول أن الانتخابات 2024 التي ستجري يوم 5 نوبامر أي بعد 15 يوم من اليوم أن تشير الاستطلاعات أن كامالا هاريس ودونالد ترامب متساويين في استطلاعات الرأي تقريباً وتظل الولايات المتأرجحة أو الحاسمة محور الصراع الانتخابي ما هي هذه الولايات المتأرجحة؟ من سلفانيا تظهر الاستطلاعات الأخيرة أن هاريس تتقدم بفارق ضئيل جداً في هذه الولايات الحاسمة الولايات الثانية الحاسمة هي ميشيغان وتشهد ميشيغان أيضاً سباقاً محتدماً حيث يتفوق ترامب بفارق طفيف ونفس الشيء في ولاية ويسكنسون وأيضاً يتفوق ترامب بضئيل جداً يهمنا هنا أن توقفوا عن ميشيغان قبل أن نروحوا للولايات اللي باقية ميشيغان هذه فيها مئات الألاف من الأصوات للعرب والمسلمين ولماذا مرات نقول العرب والمسلمين؟ لأن كان هناك مسلمين ليسوا عرب وكان هناك عرب ليسوا مسلمين مجملهم لهناك هم عرب ومسلمين ولكن كان هناك أيضاً العرب أيضاً والمسلمين أيضاً هؤلاء في أغلبيتهم غاضبين من هارس ولكنهم لا يريدون أن ينتخبوا أيضاً لترامب لأنه يعرف ترامب أشد بشاعة في الملف الخارج في الملف غزة أساساً فهم ذهبوا لستاين لستاين هذه سيدة تنافس على المرتبة الثالثة قد تأتي بأربعة أو خمسة بالمئة من الأصوات أو أقل قليلاً لكنها مساندة جداً للفلسطينيين فكثيرين من هؤلاء المناصرين للقضية الفلسطينية يريدون أن ينتخبوا لها لتأديب الديمقراطيين وهذا يصب في صالح ترامب في الحقيقة لأن الأصوات هذه لن تذهب إلى هاريس وهذا قد يكون أحد العوامل الرئيسية قد يكون أحد العوامل الرئيسية لخسارة كامالا هاريس إذا خسرت الانتخابات فإن ميشيغن تكون لعبة دور بنسبة 20 إلى 30% إذا بقات الأوضاع كما هي في الإطاحة بالديمقراطيين وبكامالا هاريس ولكن ما زالت هناك أيضاً ولايات أخرى كما قلنا فيها بعد ميشيغن وويسكنسون هناك جورجيا يظهر ترامب تفوقاً أيضاً واضحاً في جورجيا وفق الاستطلاعات الرأي بينما كارولاينا الشمالية السباق هناك متقارب جداً أي أن مع تفوق طفيف لترامب أي أن ترامب في الحقيقة يتفوق في أربع ولايات بنسلفانيا فقط التي تتفوق فيها هاريس بفارق ضئيل جداً هذه هي الولايات الخمسة كان واحد ولايات ثلاثة أخرى ممكن تلعب دور لكن هذه الولايات الخمسة الحاسمة التي ستحسم الانتخابات لمن يفوس ومن يفوس الولايات المتحدة هذه المرة أنها ليست قضية أولاً لديهم خلافات جوهرية إلى درجة أنها أحياناً متناقضة تماماً في قضية مثلاً الإجهاض قضية الإجهاض أو لفورتمو هذه في حين أن الجمهوريين يميلون إلى تضييق الإجهاض إلى حد منعه في كثير من الحالات ويخلوه في حالة ضيقة جداً فإن الديمقراطيين يوسعون حالة الإجهاض إلى أقصى الحدود ويمنعونه في حالات ضيقة جداً أي أن هناك خلاف جوهري في قضية حمل السلاح هناك أيضاً خلاف جوهري بين الجمهوريين الذين يريدون أن يظل أمريكي حر في حمل السلاح في حين أن الديمقراطيين يريدون تضييق ذلك بشدة في قضية المهاجرين الديمقراطيين يرون أنه نعم يجب مراقبة وتنظيم الهجرة ولكن ليس بطريقة يكون فيها ضرب للاقتصاد الأمريكي لأن المهاجرين يقدمون خدمات ويقومون بأشغال لا يقوم بها الأمريكان وأيضاً أن هناك من المهاجرين اللي أقام حياته في أمريكا لا يمكن طرد هكذا بينما الجمهوريين في الحقيقة يحرضون ويقولون أن هؤلاء المهاجرين يأخذون مناصب الأمريكيين وعمالهم وينافسونهم في الخدمات الصحية والمرافق العامة الأخرى بل أن ترامب ذهب في واحدة من أكاذيبه إلى أن المهاجرين هؤلاء يأكلون كلاب وقطط الأمريكيين طبعاً في واحدة من اختراعاته باعتباره من نرجسي خبيث كما تعرفون وقضايا أخرى أيضاً من بين الخلافات الرئيسية اللي عندهم هي حول روسيا في حين والحرب الأوكرانية في حين أن ترامب أوضح عدة مرات أنه يميل إلى روسيا ويريد أن يوقف الحرب عندما يصل أو تأخذ روسيا ما أخذت فإن الديمقراطيين لا يريدون ذلك لأنهم يعرفون أن هذا قد يدفع ببوتين إلى مزيد من قدم الأراضي من دول أوروبية أخرى مما يحدث اضطراباتها إلى داخل أوروبا بحيث أن أمريكا تخلت عنهم يتفقون في موضوع الصين مع تشدد أكبر من جانب الديمقراطيين في الحقيقة وليس ترامب ويتفقون في قضية إسرائيل مع أيضاً تشدد أكبر ودعم ترامب أكبر بالرغم كل ما قدمه الديمقراطيون لهذا الكيان وهنا نعود نرجع إذن لهذا الكيان ولغزة لنقول اليوم أو أمس لعلكم استمعتم إلى تسريبات وثائق سريبات وثائق سريبات من مصادر أمريكية يعني هذه الوثائق كانت عندنا أمريكا والوثائق واش تقول المسؤولين الأمريكيين تقول بأن حسب مع هذا المواقع أن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بقلق بالغ إذا خرق أمني كبير محتمل بعد نشر وثيقتين استخباريتين أمريكيتين حول استعدادات إسرائيل لشن هجوم على إيران من خلال حساب تيليجرام تابع لإيران هما يقولون حساب تابع لإيراني هو لنشر هذا لكن طبيعة الحال لمد هذه الوثيقتين هو جهة أمريكية هل كانت جهة أمريكية بدون إذن المسؤولين الأمريكيين أم كانت جهة أمريكية بإذن هذا هو السؤال يا رحمة طروح يعني الجهة اللي أكيد مدته لهذا الحساب هي جهة أمريكية ونقل بعض المصادر الصحفية قالوا من أن المسؤولين الأمريكيين لا يريدون التعليق علن على هذه المواد ولكن التحقيق جاري في صحة كيف أصبحت متاحة للعامة الوثائق التي نشرت توضح الاستعدادات التي يبدو أن إسرائيل تقوم بها لشن هجوم على إيران وتصف وثيقة أخرى من وكالة الأمن القومي تدريبات القوات الجوية الإسرائيلية التي تتضمن سواريخ جو أرض والتي يعتقد أيضا أنها استعدادات لشن هجوم على إيران ولم تختبس شبكة سيانان من الوثائق أو تعرضها بشكل مباشر يعني الإعلام الأمريكي الرسمي تحدث عنها جاب ببعض المقاطع لكن دون أن ينقلها بشكل دقيق خلنا نشوف في وثيقة أخرى ربما الأمر موجود بشكل موسع عموما التقرير الاستخباراتي يتضمن عرضا موجزا للجوانب المختلفة للأنشطة العسكرية الإسرائيلية التي تراقبها الولايات المتحدة لإعلامها بإحكامها واستنتاجاتها التعامل مع الأسلحة الدفاع الجوي قوات البرية البحرية الجوية قوات خاصة وحتى القوات النووية الإسرائيلية ولكن حتى في هذه الحالة فإن فئات التعامل مع الأسلحة والقوات الخاصة فقط هي التي تم تحديدها على أنها تتمتع بقدرة تنبؤية متوسطة فيما يتعلق بتحديد عمل إسرائيل أما بقية الفئات فقد جرى تصنيفة على أنها ذات قدرة تنبؤية منخافضة شيء المفيد في هذا التسريب وأن الأمريكان يعترفون الآن من خلال تحليلاتهم ووثاقهم من أن إسرائيل لها سلاح نووي نحن نعرف ذلك العالم أجمع يعرف ذلك لكن إسرائيل لا تعترف وأمريكا لا تعترف بذلك لكن في هذه الوثيقة المسربة في هذه الوثيقة المسربة الأمريكيين اعترفوا وقالوا إن أن إسرائيل لا يعتقد أنها ستستخدم أسلحتها النووية إجمالا هذه الوثيقة بل ممكن جدا المرة الجاية نجيبها كاملة إذا استطاعت أن نحصل عليها إذا كانت رحيمة زالت في الأنترنت وممكن نعلق عليها بكثير من التفاصيل لكن خلاصة الأمر هذا وهو ما يتعلق بالهجوم على إيران أمريكان أعلنوا أمس من أنهم قد ثبتوا منظومة THAAD THAAD ومنظومة THAAD هذه كما قلنا من قبل إنها تعتبر أقوى منظومة جوية ضد السواريخ وضد الطائرات أيضا وقنابل أي شيئة من الجو هذه المنظومة هي الأقوى عالميا والأمريكان لا يضعونها إلا في أماكن خاصة جدا وضعوها في اليابان وفي كوريا في مواجهة الصين وكوريا الشمالية وحتى روسيا وهم يضعونها الآن في الكيان الإسرائيلي لماذا؟ لأنه سيردون بها القناة السواريخ الباليستية الإيرانية الإيرانيين طبعا زعجوا بشدة وقالوا أن أمريكا تشارك في هذه الحرب لأنها تضع هذه السواريخ وتضع أيضا جنودها الذين يديرون هذه المنظومة شديد التطور لكن الأمريكان لحد الآن في قناتي إدارة هذه تريد تعطيل الهجوم تريد تعطيل الهجوم لأنها تعلم يقينا من أن أي هجوم إسرائيلي على إيران قبل الانتخابات سيصب في صالح ترامب سيعطي له ثلاث نقاط أو أربع نقاط أو حتى نقطة تكفي أن يفوز لدى الرأي العام الأمريكي ومن ثم يريد نتنياهو الذهاب إلى الحرب قبل الانتخابات الأمريكية ويستحسن حتى قبل نهاية أكتوبر وهذا محتمل يعني في العشر أيام القادمة ولكن الإدارة الأمريكية تريد تعطيله عطلت بهذه من منظومة الثاد قالوا له ما تذهبش لأنه لا رحت مع الناشك باش نرد السواريخ الباليستية اللي المرة الماضية في أول أكتوبر ضربت وضربت في أماكن حساسة فقط أن الإيرانيين لم يتصرفوا بحيث أنها تكون عندها قوة تدميرية كانت قوة تدميرية محدودة لكنها وصلت إلى أماكنها وهذا اللي كان يهم الإيرانيين يشوفوا هل تصل إلى الأماكن المقصودة أم لا فهذه السواريخ وصلت وأحدثت ضمار لكن ليس ضمارا كبيرا كان قادرين الإيرانيين أن يضعوا فيها كمية هائلة من المتفجرات ويكون تدميرها أكبر الإيرانيين لحد الآن ما زالوا لا يريدون حربا شاملة مع إسرائيل ولذلك يريدون أن يحافظوا على قوة الرضع بحيث تكون الكلمة الأخيرة لهم بدون أن يدخلوا في حرب قد تدخلها أمريكا أيضا ويؤدي ذلك إلى دمارهم النهائي فهم في وضع حساس لكنهم لحد الآن يديرون القضية لكن نتنياهو الذي يريد أن يصل ترامب ليس حتما أنه سيسمع الأمريكيين وإحنا شفناه في كثير من المرات بايدن كان يخرج قبل أشهر في مايي مثلاً ثم في جويليا ليقول أن الاتفاق خلاص راه حاضر خرجوا مسؤولين أمريكيين قالوا هذا اتفاق ما بين إسرائيل ونطق بين الرئيس الأمريكي ونحتاج فقط التوقيع لكن نتنياهو تلعب بهم وأيضاً فيما يتعلق بمقتل نصر الله في بيروت ذهب إلى نيويورك على أساس أنه خفف الخصومة مع حزب الله ولكنه من هناك كان أعطى الأوامر لاغتيال حسن نصر الله في حين أنه كان في نفس الوقت يتفاوض مع الأمريكيين على وقف اطلاق النار بين لبنان بين حزب الله وبين إسرائيل فقام بالعكس تماماً ولذلك الأمريكيين لا يطمئنون له فهم ما زالوا ساكتين عليه لمدة 15 يوم لماذا قد يقول قائل طيب هذه الإدارة الأمريكية وما أدرك لماذا لا توقف عند حده لا تستطيع لا تستطيع لأنه في حالة انتخابات أي خطأ يترتكب الإدارة الأمريكية يستفيد منه الجمهوريون ويستفيد منه الجمهوريين وترامب خصوصاً ومن ثم نتنياهو يعرف هذا الشيء جيداً بالمناسبة نتنياهو أسرته يعني ولدت في في الولايات المتحدة هو من أصول بولونية هو بولوني لكن البولونيين هاجروا إلى الولايات المتحدة وعندما احتلوا فلسطين باسم أنها إسرائيل جاءت أسرته من هناك وكان هو شاباً صغيراً طفلاً صغيراً وثم عاد لأمريكا فهو يعرف الإدارة الأمريكية وإن شأن السياسي الأمريكي يشتغل هناك سفير لسنوات طويلة جداً ويعتقد أنه يحمل الجنسية الأمريكية أيضاً كل هذا يخليه فهم جيداً الأمر ثم الآن هو روى عمره 74 سنة قضى منها 50 سنة في السياسة فيعرف جيداً ما يدور هناك فهو سقد يخدعهم في اللحظات الأخيرة ويقوم بهجوم على إيران يفيد الجمهوريين هل سيتحقق له ذلك وبالتالي تكون كارثة على الديمقراطيين وعلى هاريس التي ستخسر الحرب أم أنهم يستطيعون أن يلجمونه إلى ما بعد الحرب بعد الانتخابات الأمريكية إذا ما فاز ترامب نجا نتنياه وسيفعل أكثر مما فعل في الفترة السابقة وقد يقدم على ضرب إيران وبتحريض ترامب ترامب يحرض على ضرب إيران خاصة بعد أن قالت له المخابرات الأمريكية بأن الإيرانيين كانوا يريدون قتلك فطبعا باعتباره نرجسي خبيث كل شيء دور حوله فقال لو كنت الآن رئيس لقصفتهم بالنووي حتى إذا لازم الأمر أما إذا لم يفوز ترامب فإن الذي ستتم الإطاح به ولو بعد أسابيع أو شهر أو شهرين أو أربعة فهو سيكون تنياه وستعيد الإدارة الديمقراطية الجديدة إعادة ترتيب الأوضاع بحيث لا تكون هناك حرب مع إيران يكون هناك رد على إيران لكن يكون رد محدود من طرف إسرائيل ولأن الإدارة الأمريكية تريد أن تستخدم إيران في استراتيجيتها وليس أن تكون إيران برغم الخصومة بيناتهم وهذا لا يعني أن إيران تقبل لكن الولايات المتحدة جربت والعلاقات مع إيران وولايات المتحدة مقطوعة منذ قيام النظام الإيراني الجديد منذ 79 لكنها جربت أنها استطاعت أن تتعاون معها في أفغانستان كان لهم عدو مشترك هو الطالبان تعاون الإيرانيون مع الأمريكان في قضية طالبان كيف تعاونوا جزئيا يعني إيران قدمت بعض المساعدات وهذه قالها حبيبي كان نائب رئيس خاتمي آنذاك قالها في 2003 فيما أذكر تعاون أيضا في العراق لأن لا ننسى أن الذي حكم العراق بعد سقوط صدام جاءوا من طهران أساسا يعني وهي الأحزاب الشعية هذا لا يعني أن إيران وأمريكا متفقين في إيران لا بناتهم منافسة وبناتهم لكن عندما تأتي شيء يجمعهم اشتركون فيه أنا ذاك العدو هو صدام في العقل الأمريكي لدى الدولة العميقة لا يريدون أن يجعلوا من إيران بالرغم أنها تنافسهم تخاصمهم يقيمون كثير من العقوبات عليها لكن لا يريدون لها الضمار الكامل حتى يستخدمونها مثلا بين الاستخدامات اللي عندهم أنهم دول الخليج هذه الأنظمة الإجرامية يتم تخويفها بإيران فتشتري كثير من الأسلحة لكن لو اختفت إيران كيف رحين يخوفوا كيف أمريكا أو دول الغربية تخوف هذه الأنظمة الخليجية ما عندناش من يتخاف فيقدروا يستخدموها كما قلت هذا ليس يعني أن إيران لعبة في أيدي أمريكا لا لكنها قد يلتقوا على المصالح أو تستخدم إيران كبعب كما نحن النظام مثلا يستخدمنا بوعب الإرهاب مثلا فيستخدم البعب لتخويف المنطقة والجوار ولذلك الأيام هذه اللي جاية اللي هي الأسبوعين من هنا إلى الانتخابات حاسمة جدا لكن هذه النقطة مركزية لا أريد أن أذهب إلى الملف في الجزائري قبل أن تحدث عنها وهو أن الإمبراطورية الأمريكية هي نفسها راهي في قلق وقلق شديد هذه الانتخابات الأمريكية قد تكون بداية لانهيار أمريكا لأن إذا فاز ترامب سينتقم انتقام شديد وسيحدث كثير من الكوارث أكثر من المرة الماضية بين 2016 و2020 وإذا لم يفز فهو يهدد بأن ستكون آخر انتخابات وأن الأمريكان سيحملون السلاح ضد الديمقراطيين وضد الدولة العميقة وضد واشنطن كما يسميها يعني ضد حكام العاصمة لأنهم لا يريدون لا يريدون أن يكون رئيس وأنهم زوروا انتخابات شفنا في الألفين كيف أنه شجع أنصاره لدخول الكونغرس وكانت أسوأ ما تعرضت له أمريكا في القرنين الماضيين داخليا هو هجوم ستة يناير 2021 عندما رفض ترامب قبول الانتخابات كما جراته التي كان فاز فيها بايدن وقال لهم أنها كانت مزورة إذن الحقيقة حتى أمريكا تدخل إلى وضع شديد الاضطراب كيف ما كانت نتائج الانتخابات في وضع عالمي شديد الاضطراب سواء في أوروبا مع المشاكل الكبرى مع روسيا أو في جنوب شرق آسيا وعموما آسيا مع الصين إذن اضطرابات محلية اضطرابات إقليمية اضطرابات عالمية للجميع وأمريكا في قلب هذه الاضطرابات وأنا أتصور أن هذه الخمس سنوات القادمة ستكون ربما من بين أخطر خمس سنوات في تاريخ البشرية هناك كتابات كثيرة تتحدث على احتمالية قيام حرب عالمية ثالثة وإذا لم تقم هذه الحرب فإن الاضطرابات في كافة الأحوال ستتوسع وستكون هناك حروب حتى ولو لم تتحول إلى حرب عالمية شاملة كافة الأحوال ستزداد الاضطرابات سواء بقيت في حد الاضطرابات والاضطرابات الشديدة أو تحولت إلى حرب كونية مدمرة ومدمرة تماما لا يحفظ منها عباد والصالحين اشتركوا في القناة